مرحبا ويعطيكو ألف عافية معكم أحمد الرئيس اليوم رح نحكي كيف نبدأ البروجيكت على برنامج الادوبي بريمير برو طيب أول ما نشغل برنامج البرمير رح تجينا الوجه هاي اللي رح يتحمل تمام تعمل لودنج بعدها رح يجينا البرنامج يفتح زي هاي واروح على نيو بروجيكت وباجي بحكي لي إش يسمي البروجيكت اللي بدك تعمله بدي أسمي تست ستة مثلا تمام تمام اوكي طبعا بختار اللوكيشن وان بدي أعمل البروجيكت تاعي تمام رح يجينا الوجه هاي طبعا هاي هيك البرنامج فتح انتي تمام هذا اسمه البروجيكت الآن عشان انا اشتغل انا ما بشتغل على البروجيكت فعليا انا بشتغل على حاجة اسمها سيكونس طيب كيف ممكن نعمل سيكونس باجي هان بضغط على اليمين وباروح على نيو ايتم بختار سيكونس او من فايل نيو سيكونس او بالكيبورد كنترول ان تمام كنترول ان رح تجينا الوجه هاي طبعا لو اخترت اي طريقة من الطرق هاي رح تجينا الوجه هاي طب هان بحكي لي ايش السيكونس نيم رح تسمي بدي أسمي واحد تمام الان هان في عنا مجموعة من البرسيتس اللي هي لأشياء مأسات جاهزة للفيديو تمام انا ما بحب استخدمهم بحب انا اروح على السيتنجز و اعمل السيتنجز الخاصة اللي انا بدي اياها طيب عشان اعمل السيتنجز اللي بدي اياها اول اشي بروح بعمل هان كاستم وباجي باختار عدد الفريمات اللي انا بدي اياها طبعا بالنسبة لموضوع الفريمات الفيديو اللي قبل هذا انا شرحت الموضوع بالكامل بالتفصيل الممل بانكالكم انكم تشوفوه رح اختار 25 فريم سايز طبعا هذا حجم الاتش دي تا تي في تمام احنا خلنا نعملو 1920 تمام خلنا نغيرو ل 1920 في 1080 هذا ايش حجم الاتش دي تمام طبعا هان الاسبكت ريشو لازم يكون سكوير طبعا طيب 2080 حعطينا 16 الى 9 تمام الان مثلا لو بدي احتاج ان اعمل الانستجرام على سبيل المثال هو الفيد او فيسبوك الفيد الصيز طاعه بالغالب بيكون مربع عشان اعمل الفيديو مربع طبعا بخلي 1080 في 1080 مثلا تمام هيك رح يصير شايفين هان واحد الى واحد معناها انه مربع طيب لو بدي اعمل مثلا فيديو للستوري على السناب شات او على الانستجرام ستوري او فيسبوك ستوري او اي مكان هيك بالطول تمام بكون بعكس الارقام تمام بخلي الهوريزنتل 1080 والفيرتيكال 1920 تمام هيك ايش صار 9 الى 16 هذا ايش حجم الستوري طيب خلينا نعمل احنا حجم الفيديو العادل هو 1920 في 1080 اللي هو حجم بالفل اتش دي العادي تمام الاسبكتري شو دايما يتاكدوا انه سكوير بكسل واحد تمام هذا تاكدوا دايما انه زي هيك طيب بالنسبة للفيلد الان في عنا البروغريسيف والانترلاس تمام هذا رح اشرحه في فيديو تاني ان شاء الله طبعا انا موجود عندي على القناة فيديو باشرح موضو هذا لكن رح اشرحه مرتين بالتفصيل ممل في فيديو قادم ان شاء الله طيب لكن بدي اعرف شغلة واحدة الان انه اذا بدي اعمل على السوشال ميديا او على الانترنت بشكل عام بختار اللي هو طبعا لو بشغل على التلفزيون رح احط ابر او لور بناءا على التلفزيون اشي سيتنجز تبعته تمام انا شغال انترنت حاليا بح اختار طيب الاوديو بخلي زي ما هو كله تمام باجي بعمل اوكي بطريقة هاي صار انا عندي البروجيكت جاهز وبإمكاني اني ابدأ شغل على برنامج البريمير تابعوني في فيديوهات تانية رح اشرح في مواضيع اكتر رح نحكي بالتفاصيل عن الادوات عن التأثيرات عن الاشياء هاي كلها بفقيل الفيديوهات قادمة ان شاء الله خليكم على اطلاع طبعا تتابعوا اعملوا سبسكرايب و لايك و كومنت و لا تنسوا اتفعل الجرس اشتركوا في القناة